بسم الله نهاردة هنتكلم على الاسباس ازاي ازبط الاعداء بتاعت الاسباس دلوقتي الشكل ده منفوف شوية فهنرجع هو دلوقتي ده على true north هخليه على project north تمام وضعت رشال على true north هفشي مشكلة خلص طيب الاسباس هيت تمام هقول له انا عايز hot space تمام فهو بيبدأ يدي لون الاسباس الموجودة بحيس ان انا اشوف ايه الغرف اللي نقصه تقدر تدوس كليك او الافضل ان انت تقول له place automatically هو يبدأ يحط الاسباس اي مكان مغلق اي روم بيحط فيها الاسباس تمام اه ودي الاعداء بتاعت الاسباس الابر المتد بتاع ايه او الارساع بتاعه يبقى ايه اوكي طيب دلوقتي لو انا عايز اغير خصائص الاسباس ممكن اعمل select على المشروع كله وقول له filter اختار واختار انا عايز اقدر مرة واحدة اروح اقول له ان كل سباس هتاخد مثلا سيلنج اه هيبقى مثلا بدل سبعين هتخليه اه مثلا تمانين تمام الول هتخليه مثلا خمسين تمام تقدر تعدل الاعداء بتاعته مثلا زي نشوفك load per area هنخليه مثلا ثلاثة مثلا تمام الاصد ان انت تقدر تزبط الخصائص تقدر تجي هنا تشوف مثلا construction type تبدأ تشوف الاعداد دي لو تناسبك لو ما نسبك شي ممكن تعمل واحد تاني تسميه مثلا X-Man مثلا وهذه كده تبدأ تشوف الخصاص بتاعت الروف الفلات روف مثلا هيبقى ال exterior wall هيبقى دي ال interior wall حسب المشروع بتاعك تمام هو يبدأ يعمل الحسابات بتاعته من خلال القيام ديت ال space type هتقول له مثلا ال space type active storage او bank customer area او تعمل ات حاجة خاصة بيك و تدله اعداد ده هيتطبع على كل ال space الموجودة في المشروع و ممكن تجي تعلم على بعضهم مش لازم كل دول مرة واحدة تمام طب لو انت عايز ال space تظهر معك على طول هتعمل VV وهتدخل هنا في ال space تمام هتجي علامة الزايد وتقول له زهر ال interior و ال reference هستقدر تعمل select عليهم بسهولة ده كده انت بتحول من مجرد برنامج بيعمل model 3D لتزبط الاعداد بتاعته بحيث ان انت تقدر تعمل الحسابات تقدر تعمل calculation كلها عليه و يبقى فيها كل المعلومات لو انت عايز تقدروا البرنامج اخر فبدل ما تصدر وتعد تدخل القيم لا تقدر تعدلها من هنا تقول له مثلا ان الاتنين دول بس النوع لازمز بتاعهم مختلف لوبي مثلا البيبول او الالكتركال لود هي بمسلا by space type by actual كل حاجات دي احنا شرحناها على قناة بيم عربية على اليوتيوب فلو اعجبك الفيديو اعمل لايك وشير وشوف في بيت الفيديوهات ان شاء الله